موسيقى 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 اهلا قبل ما تتفرجوا على الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس موسيقى 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 مرات ألبس بني يطلع لأبس بني وأسود في أسود أقول شي سبحان الله لا سبحان الله فعلا نزيل معنا كيميا كيميا أنا ما ألبس أخضر وايد يعني نجيبون برنامج ما نجيبون ألبس أخضر أي أنا دائما بشوفك تلبس حاجات أسود وأبيض اليوم شي مزاج لذيذ أهلا كارمن أهلا مزاح بصراحة كيف حالت أنا جيد الحمد لله نهاردة بس كانت في مشكلة مع زين في مدرسة وقع وكده واتخبطت بس الحمد لله كويس آخر شي خيط أنت كنت تقولين لي خيطولا ألا ما خيطولا لا لا هي بس كانت حاجة بسيطة الحمد لله يعني ما استدعتش خياطة لأنه كان هيبهدلنا لو كان في خياطة أو في دكترة أو كده فالحمد لله بس يعني بشكل عامي أنا تمام هم هم جدا القلب الواحد يوم مبمع أولاده وشيس توي وانت ما تقدر انت روحين تكونين موجودة يتعب اه 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 اوي جد يعني وكمان هو عادي عيط ويقول لهم انا عايز ماما و قلت له انت بكلمه قالوا لي بلاش عشان ممكن لو كلمت له عيط اكتر قلت له اهم حاجة وكويس وخليت بابي يروح ياخده واتسحه مع بعض بقى وعملوا كل حيك الحمد لله يعني اي هف فامري يعني يقدروا يعني يعوضو شوية في الاوقات اللي انا مش موجودة فيها عالي هو زين بصراحة يعني طيب القلب هي هو ثلث وجميل والناس اللي بيحبها خلاص يعني هو مفيش حد بيعوض وجودي اكيد بس بيتأقلم يعني كل شيء مثلا يكلمني يعني بيبقى معي كده بس اي باد كده في البيت بيستخدمه يقدر يتصل علي منه ويكلمني نتكلم كل حاجة تي امتى وقلوا مثلا بعد شوية اولا اصلا مش فاهم يعني المدى دي يعني الزمنية وكده واصلا مش فاهم بس قلت له النهاردة انا جايلك بعد بكرة قالي اوكي وخلاص هو مامي قاعدة معي في البيت وكامل وكارمن كيف؟ فرح غير هذا تمام يعني انا تقريبا كل حاجة بحياتي ماش vida حل جوزت بدري وأنا عندي 22 سنة تقريبا كنت طفلة شوية بس زي ما قلت لك يعني ميزة الموضوع ده كانت مسلا زين ما فيش فرق كبير قوي في السينغي وبينه واحنا يعني صحاب صحاب جدا دلوقتي وأنا مبسوطة جدا يعني بالخطوة لأنا عملتها دي أنا كنت شايفها إن هي بدري قوي أو اكتشفت يعني بعدين إن هي بدري كانت بدري وإن في حاجات أنا معملتها حتى لما تجوزت أنا ومصطفى حتى حتى ملحقناش إن إحنا يعني نبقى مع بعض يعني هو تجوزنا أنا بقيت حامل خلص يعني تسع شهور بالذات كنت ولدت زيني يعني كل حاجة وليها مميزتها وليها عيوب وبالنسبة لشغلي كان بس أنا دخلت في الفيلد من الأول خالص بالصدفة أنا ما كانش في دماغي خالص إن أنا أحترف أو إن أنا بقى أو ما أخدتش الفرصة أصلا أني أفكر في ده أنا كنت طول الوقت في المدرسة بعمل أنشطة يعني بتاع المدرسة أنا فيها طول الوقت ما بدخلش الكلاس تقريبا كل الوقت بتمرن على الحفلة اللي هتتعمل في آخر السنة كنت بحب قوي الموضوع ده بس بحبه عشان بحبه مش عشان في دماغي حاجة لحد ما جاء في مرة واحدة أعرفها إحنا مش صحاب قوي بس بنتقابل كده كل شوية قالتلي كارمن في برنامج مواهب وكده يعني أي رأيك تقدمي فيه هي كمان بتغني البنت دي قلت لها ماشي وأنا طبعا ما كنتش أعرف أي حاجة عن برنامج ده ولا عرف مين فيه ولا أي حاجة دخلت لقيت بقى رغب علامة وأحلام وحسن الشافعي كل ده أنا معرفش إن الموضوع هيبقى كده أول ما دخلته لقيتهم قلت أهو موضوع إيه هيجبر مني من غير إيه ما أنا حاست مؤمنين يعني حصلت طبعا حاجات كثيرة صعبة لأن أنا متعودة من ونة صغيرة إن كل حاجات تتعمل بي مش متعودة إن أبقى لوحدي قوي أو أعتمد على نفسي قوي فيمكن علشان كده فيه شوية حاجات أنا مرت بيهم يعني مش هقول ما كنتش أدوهم بس ما ما تعودتش أتحط في مواقف زيدي ما تمرمطش من الآخر أنا سألتش بس شيف حالتش شوفت قلت أنا محبك كل لا مو مسألة الواحد يحب ولا لا كلنا أنا وإنتي وكل حد في الستوديو كلنا نحتاج أذن صاغية كل إنسان ولو ما عنا حد يسمعنا نتحب نفسيا يعني واللي حلو فيتش أنت أنا سألتش الأشياء اللي طلعت الزواج الأمومة والعمل فيبين إنها هي عناصر جدا مهمة يعني في حالتش النفسية مع أن سؤال كان كيف كارمن اليوم اليوم يعني بس دخلت كل شيء سؤال افتراضي بيعطيني الجواب اللي أحتاجه لو عندت شنطة وفي هالشنطة تقدرين يتحطين فيها المشاعر اللي أنت عندت شاحين حاليا المشاعر اللي تمرين فيها وأنا خذيت الشنطة وفتحت الشنطة شو ألقي؟ يعني هتلاقي حاجة كثير صراحة هتلاقي حاجات متضاربة شوية يعني يعني مفيش حاجة في حياتي تقريبا تخليني تعيسة يعني بس محتارة حاسة بصعوبة كبيرة قوي في المجال اللي أنا فيه ده فحاسني خايفة حاسة يعني الحمد لله أنا وصلها لمكان يعني أنا مبسوطة به جدا بس يعني ممكن أقول لك مثلا مبسوطة خايفة احتارة كمان مش زعلانة مش زعلانة بس 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 بالتأكد من أصعوبة كثيرة وزي ما قلت لك أنا مش متعودة أن أنا أبقى في الحكة ذي قوي أن أبقى أخذ المسئولية كل لها علي خليني أقولها أن هي خوف لأنه ابتديت أن أبقى أخذ المسئولية ذي وابقى أنا الوحدي كل الناس ثبتني قلتي كمن شي فأنا بعلق على الأشياء اللي قلتها النقطة الأولى اللي يتب بالي قلتي الزواج من سن مبكر لمميزاته وللصعوباته المميزات أقدر أخمن أن أطفالنا العمر بيننا وبينهم صغير صغير فنقدر نكون أصدقائهم بسهولة نقدر نفهمهم أكتر ما فيها الفارق الكبير طب شو الصعوبات الصعوبات أنه مش هتقدر تعرفها دلوقت يعني هي أنت بتقول أنا في حاجات كتيرة قوي أنا ما اشتهاش لواحد بس هي ما أنا مش هعرفها يعني هي ممكن أن أنا حس أن أنا معتمدة على نفسي أكتر نفترض مثلا أسافر سافر لوحدة دي ما عملته هاش عملتها بس وقت البرنامج وكده بس ما سافرتش لوحدة أن أنا بقى أتفسح وردو أخواجي وكده مصطفى حقالي الموضوع ده عادي بعد شوية لوحدة برضو عادي بس أحسس على طول أن أنت في حاجات كتير جدا أنت أه ممكن تعملها حتى وانت فيه جواز وكل حاجة بس طول الوقت حسنا فيه مسئولية هي هي دي دي المشكلة أنا كل الحاجات اللي أنا ما عملتهاش ممكن أعملها هادلوقت بس أحس بردو في حاجة وراي مش حس أن أنا كده مفضي دماغي ورايحة ومصفرة لوحدة ورحتي طول ما أنا هناك أو مصفرة في أي حتى مثلا كلم زين أنت عامل إيه وأخبارك دلوقتي دايما دماغي مشغولة تقنيب ضمير تقنيب ضمير أه بس أقولك على حاجة أنا من تقنيب ضمير ده أنا كنت أحب أن أخذه معي يعني أنا صفر في حتة أو حاجة هو صعب جدا أنه صعب قوي في الصفر أن أخذه معي دي هو زين لو لو المكان اللي إحنا رايحينه هو مالوش حاجة فيه دي يومك هيبقى أسود يعني يعني يومك مش هيعدي يعني أنت يا إما تسليني وتبسكني يا إما خلاص أنت يومك مش هيمشي كده فلما لقيت كده قلت لأ حبيبي أعد عادي في البيت وإن شاء الله لما تكبر كده ونفهم بعض وتمام أقدر أخذك وإنت لما هتكبر خالص أنت أصلا هتسافر وتسيبني إلا أنت ستعيش حياتك إن شاء الله طيب في الأول فعلا يحس أن كده وهيبقى لوحده وكدا بس الحمد لله الحمد لله فعلا ان هو شخصيته هو بيتبسط مع الناس اللي بيحبه بغض النظر يعني انا موجودة او لا موجودي بيفرق بس يعني الناس اللي موجودة اللي هو بيحبهم هو بيهوينوا عليه فدي حاجة انا بحمد ربنا عليها ان انا عندي ناس في حياتي بيقدروا ان هم يسعدوا اهلي بقى وصحابي وصحابه باختي يعني هو زين بيحب الناس اجتماعي جدا هذا مهم انت زوجتي في سن مبكر هل تؤيدين الزواج من الصغر من سن مبكر مش في السن دا اوي يعني مش المبكر دا اوي ممكن يعني بداية من ستة عشرين سبعة عشرين اوكي للمرأة اه والرجل لا الراجل على الله في سن مناسب يعني سبعين سبعين او ثلاثين كون بس تفهم الحياة شوي لا يعني يعني الراجل اكيد دافنت لي يعني مش قبل كده ثلاثين سنة مش قبل ثلاثين سنة مصطفى كم كان مرأة لا مصطفى اكبر مني بعشر سنين بعشر سنين فأنت كنت واحد وعشرين واثنين وثلاثين انا بالنسباني انه راجلي جوز ثلاثين سنة دا كويس جيدا اتوقع الرجل بعد الثلاثين جدا نسبة النجاح اعلى كنت اتكلم صديقة لي كانت تقولي في محيطها تقول انا سوالله العظيم ولا واحدة من البنات اللي انا عرفهم في بين صديقاتي اللي تزوجهم موايد صغار ما اتطلقوا موضو صح اللي كانوا اكبر اللي كانوا اكبر نقدر نقول نسبة النجاح ونسبة النجاح اعلى ونسبة الطلاق اقل وقلت له هذا غير الناس اللي مش مطلقين بس تعيسين في موايد ناس تعيسين بس يبقون عشان الاولاد وكذا السؤال الرئيسي لو هل كارمن تؤيد الزواج من سن مبكر بشكل عام هم هو لا يعني مبكر قوي ده لا هو اصل 26 بالنسبة لبنت يعني متوسط يعني هو مش بدري ومش متأخر ف26 27 ده كويس جدا على الاقل انا ليه بقول لا لانه في تجارب كتير قوي هي مش هتعدي به صح في حاجات حتى 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 لما يعدي عليها ناس كتير قوي هتلاقي في الاخر ان هي وصلت للصورة اللي هي عايزة تكون معاها للبني ادم للشخص اللي هي عايزة تكون معاها بس كونت كل المميزات مثلا او الصفات اللي هي عايزة في شريك حياتها صحيح الحمدلله ان انا من الاول كان الاختيار تمام يعني او كانت كده صدفة يعني بس ساعتها فعلا ما كنتش بفكر كده خالص كنت بفكر انه انا ان شخص ده انا محبه جدا دلوقتي مش في بالي حاجات كثيرة قوي 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 ممكن كان اخد بالي منها لو انا اكبر شيء حتى انا في صحابي دلوقتي مثلا قبدي ومش متجوزين لسه فبيقولولي ان انتي انتي عديتي فوالهم ليه قال ليه علشان احنا دلوقتي مش عجبنا حاجة احنا دلوقتي عملين بانا علي سقفة مهطنة عملين التنك وعملين ندور على الاحسن والاحسن ده ما بيجيش فهو يعني قدر يعني في حظ في نسبة حظ بلا شك بس وانتي كنت تتكلمين ان حتى لو سافرتي اليوم الحرية المطلقة مش موجودة عشان في مسؤوليات فكنت تخيل مثل طالبة جامعة مخالصة الجامعة تروح ايطاليا تروح مالدي فهل سن يوم نحنا كنا في الجامعة ما نفكر مسؤوليات يمكن نفكر ان احنا مسؤولين ومضغوطين بس كلام فاضي يعني يوم تقارنينا بالمستقبل يعني عندك اولاد وهذا فتخيلت هالنوع يعني كارمن واحدة تخيلة في الجامعة وتروح تور وتروح للمتاحف وتروح كذا وحس هذا جدا مهم شو باخر شيء مثل نصيب يعني يمكن لو انت ما تزوجتي مصطفى يمكن ما تحصلين ريال زين حك فترة طويلة ويمكن بردو ما كنتش تقوزت بردو كان موضوع السفر ده بردو ما حصلش لانه انا اصلا مش من القاهرة يعني انا في محافظة محافظة الشرقية دي محافظة محافظة مصر فهي مش اريافه كده يعني يعدي مدينة عادية زيها زي مدينة زيها زي القاهرة بس على صغير فالمدينة الصغيرة دي عمري ما اي طفل فيها هيفكر انه انا سافر لوحدي دي مستحيلة يعني يمكن انا بس يعني لما رحت بقى ايدل وخلصت وكده وخلصت بقى انا بقيت باشتغل بقى عندي مسئولية بقيت اقدر اني اقول انا عايزة مثلا اروح او اسفر او كده عشان انا بقيت برضه مسئولة يعني بقيت عندي شغل وعندي دخل انا بقدر ان انا اجيبه فحتى انا لحد ما اتجوزت يعني يعني عمري ما كنت يعني منتفصلة عن اهلي او او بعمل حاجة من دماغي او حاجة بالعكس احنا كنا كنت برضه بسمع كلامهم انا متعودة يعني كده حتى وانا بشتغل فالحمدلله يعني ما كانش فيه مشكلة خالص من الناحية دي معاهم يعني في الوقت اللي انا كنت لسه فيه مش متجوزة شي ثاني قلتي بس انا عندي مليون حاجة في دماغي وكيف انت هتلاقيني دخل في موضوع كتير وانا مانسى ما علي مركز معاك احنا انا بسحب بالشغل على جنب ما يهمني لا اغانيتش هيا ديكات الصعوبات انا بحكي لك انا يهمني كارمن ما يديكت مؤثر علي نفسيا حتى استعملتي كلمة انا مش متعودة ان اخب قراراتي وما استند على حد واسوي اشياء من نفسي انا ابويا وامي كنت انا ساعتها صغيرة فكان هم بيعملولي كل حاجة بابا ببي معي في كل حاجة هو اللي بيكلم مع الناس كل حاجة وبعدها لما بابا ببي خلاص ومصطفى بقى مصطفى بردو كان بيساعدني في كل حاجة فانجف مرة قالي بقولك احنا كبرنا بقى صح قال لي حلوة ويبقى تعوضي كده تنزلي الستوديو تشوفي اغنيك بنفسك هنشوف المانجر بقى وحاجة علشان ايه اشوف انا شغلي بقى ماما وعيشي حياتك قلت لي يعني ايه انا ازاي انا هعمل انا كل حاجة الوحدي قال لي هنتعود انا مش هسيبك مرة واحدة بس نزلي كده وشوفني كده الدنيا انا كنت قبل كده انا كنت بحضر انا كنت بحضر انا كنت بحضر نزلت الستوديو انا في كده مهندس صوت يعني هو صديقي جدا ومن اكبر الناس من مصر اسمه ماهر صلاح فماهر قعدت معي وقول له هاعمل ايه يعني قل لي اعمل ايه علشان الموضوع جديد عليا تماما وارادي كنت بجد فيه شوت كبير انا معديها كل دي اغاني انا مغنيها بس مش عاملة فيها حاجة يعني مختراها ومغنيها بس مش مركزة بقى في تفاصيلها وكده بس فوالله هي قعد معي شوية قال لي بصي قال لي بصي انت التكنيكلز مش مهمة يعني الحاجات اللي هي فيها تفاصيل بقى في المزيجة وكده انت مش درسة فمش مهم اصلا تعرفي ده بس مهم ان تعودي على شغلك وعادي كده تشوفي شغلك بيحصل في ايه بيتعامل ازاي اه الاغاني من الاغنية تتعامل وعادي عليها كده فعلا اعمل كده وكده الموضوع يعجبني في الموضوع انا بقى مبسوطة بي اصلا ان انا انا رايحة الستوديو انا رايحة الواحدي يعني فبقيت حاسة بان انا مبسوطة قوي بالنضادة وبقى حتى مصطفى ايه يسألني كده من بعيد ايه الاخبار اقولوا تمام ايه يقولي طيب لو احتاجتيني بحاجة اقوليني وفعلا لما بحتاجوا بحاجة بلاقيه يعني بس بقيت مبسوطة ان انا وصلة للحتة دي انا خلاص بقيت عارفة شغلي وكده بس هو المشكلة فعلا في موضوع الانتاج انه انه انا لو انا كانتاج انا مش محتاجة انا مش يعني مش هعمل كده لانه اريح اريح قوي ان كل حاجة بعملها بنفسي بكل اختياراتي انا كل حاجة ممكن مثلا الطبوز هتبقى بسبب انا او كل حاجة ممكن تنجح تبقى بسبب ايه برده اقدر اعمل كده بس مش هيبقى بالشكل اللي يرضيني بالشكل اللي انا نفسي فيه نرجع ورا شوي عشان فهمتش طفولة كارمان كيف كانت؟ كانت حل كانت جميلة ده اللوع ده اللوع ده اللوع بس يعني انا عيلتي كانت انا كنت من عيلة غنية يعني لحد لحد قول ابتدائي مثلا الثانية ابتدائي لا مش ثانية ابتدائي الثانية يعني في ابتدائي كده يعني ام اول ما جدي توفى كل حاجة بقى ابتدت طبوز ام اتفهمش ليه ام ام وكلنا اصلا كعيلة يعني جدي كان متجاوز اتنين جدي كانت وكلنا كنا عايشين في نفس المكان يعني كنا البيت كلنا في نفس البيت فلما جدي توفى وحصلت بقى مشاكل كثيرة بقى في الشغل وكلام ده خلاص كل واحد ايه تفرق يعني كل واحد بقى الواحد من الوقت ده حتى وكانت الظروف صعبة شوية وكان فيه اوبسن داونز على فكرة يعني كان فيه اوقات دنيا كويسة اوي وفيه اوقات لا بس بشكل عام لا كانت طفوله حل وعلاقتك مع الماما والبابا كيف حلوة بطا يعني هو امي وابويا دلوقتي منفصلين ومنفصلين من مريب على فكرة منفصلين ولا منطلقين منطلقين هو نفس الكلمة اه اه منطلقين بقى لهم مش كتير يعني بقى لهم كام سانع يعني فلما جم خدوا الخطوة دي وسألونا بالنسبة الفرح كان الموضوع صعب ما كانتش متقبلة الموضوع قوي بالنسبة لي انا قلت لهم تفضلوا قلت لهم اشان انهم مش متفقين يعني ليه نفضل متضايقين مع بعض يعني كل واحد يوعد كده مبسود وكل واحد براحته وفي حالة انا وهم الاثنين علاقتنا حلوة جدا وانا ومامي مثلا فيه حاجات كثيرة قوي متفق فيها وفيه حاجات لا حاجات برد سوية كثيرة لا يعني بابي لا بابي متفقين دايقين اجرب للوالد او انا بابي اصلا ميزان مع بعض اذا وضفت البورج فمع بعض في كل حاجة فما عندنش مشاكل مع بعض خالص بابي اصلا يعني طيب قوي يعني سالس جدا يعني اي حاجة ممكن الواحد يبعز نعملها يلا مش نعملها كده مامي طبعا بحكم ان هي الام يعني فدايما بحس الام هي اللي محتاجة بشدي يعني او كده يعني بس هي دلوقتي بالعكس احنا اصحاب و شو عيب في اهلك كنت تتمنين تغيرينا العصبية العصبية عصبيين اه وانا معي هم وانتي عصبية اوي عصبية كيف تكسرين تصارخين تزعائي لا لا مكسرش مكسرش بس بس بديه كده من قال حاجة رخمة كده اعرفش يعني موضوعها شوية بيتحسن معي ان انا ما ببقاش عايزة زين يشوفني وانا كده لان هو عصبي هو بعد عصبي فانا ببقاش عايزة يشوف ان انا بيس خالص ورذيذة عشان ايه ما يشوفش اندال عادي فساعات بتنفع وساعات بتتفلة مني الصراحة يعني مش دايما بتزبط يعني بس انا كنت بتعصت بفعلا اكتر هو اظهر انه ما كانش فاهمني دلوقتي هو فاهم كل حاجة لما فيه حاجة انا مثلا مش حينفعة تتعمل بقيت بهدوء خالص مش هيحصل يصرخ بقى يروح يعمل اللي هو عايزه تمام واصلا بيلاقي انه هو بيبقى يعمل كده وسيلة ضغط مش اي حاجة تانية هو عارف كويس قوي انه هو لو عيط وبهدل الدنيا وكده اللي هو عايزه حاجة نفس لما بيلاقي ان الموضوع مش ناجح يقول طب انا دايق نفسي ليه ما فيه ردة فاعل يرجع كأن ما حصلش اي حاية ماما تعالي ندعب مثلا وطرينا اعمل كذا يعني فانا ساعات اصلا بيستغرؤ يعني انت مالك ماما يعني بحس ان انا بحاول ان انا اصلح العيب ده شوية عندي ماما صعب ماما صعب ماما صعب يعني حتى انا اقدر اتفلسف و اقولك في العصر عيب تاني في عيب تاني عيبهم هم وانا بحاول ان انا احسن وفايد هم كانوا كرمة بزيادة كرمة قوي تماما يعني دي حاجة حلوة وانا حتى في الخصلة دي منهم بس ما كانش فيه تدبير كيش لو احنا ايه ما بنفكرش في بكرة دي دي بالنسبالي كانت ليه ما بنفكرش في بكرة يعني كان ممكن الدنيا تبقى احسن بكتير لو كنا بنفكر لبكرة بس ده بسبب طبتهم يعني مش ان هم يعني عندهم مشكلة بسبب الطيبة بس الطيبة كان من الطيبة تقدر تكون بسذاجة والطيبة تقدر تكون بعقل صح انت يا ستقولين اتمنى السذاجة كانت تخف والبراءة ويكون فيها عقل وتخطير بالنسبة لابويا اكتر كمان يعني ابويا كان ما بيفكرش ابدا خالص في اي حاجة يعني انا دلوقتي مثلا معي فلوس قد كده تمام نخلصها كلها دلوقتي عايزة يعني المهم مدلوقتي عدو مهم مدلوقتي اعمل اللي نفسي فيه مش اللي هو نفسه فيه اللي نحنا نفسها نفسها كان يعملنا احنا على طول والكل النيس يعني فيه غافت ذكرتيني في نقطة مرة كنت التكلم شخص من الهل وكان يقولي ماينا باني بني مساجد في هالمنطقة عندهم فلوس وقال بنين هالمسجد بنين هالمسجد قلت له بس فيه مساجد واحد ف المنطقة مابي مسجد واحد خام يعني فيه واحد ناس ما فيه زحمة حتى فيه الكمية زيادة ما تحتاجينها لقى المساجد قلت له نقطة قلت له انت عندك فلوس ربك نعم عليك فلوس قالي نعم قلت له ترى المسلم اللي يدخل المسجد جاهل يسجد ويطلع جاهل انت تبع صدق صدق تفيد المسلمين تفيد العربة تفيد أي حد ثقفة سوي بعثات تدفع عن رسوم الجامعة لأي طالب مجتهد عربي تفعله يا أخي فيه طلب مساكن ما عندهم فلوس افتحيها دبلاش اللي قص اللي يعوره من عملية بس مساكن ما عنده قلت له صدق صدق تبع تطور الإنسان ثقفة نقدر نقول لو في منطقة ما فيها مساجد على عيني وراسي سووا مساجد بس في معظم البلدان العربية المساجد متوفرة جدا وتقدر تصلي أي مكان تقدر تحط السجادة وتصلي وفيه المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة يعني فيه كبيرة وصغيرة بس أنا لازم أفكر في المجتمع كلها كيف أرتقي بها المجتمع صحيح كيف أقدر أثقفة أكثر عشان أولادهم مثلا أتذكر تعرفين كارمن كنت أشتغل في مؤسسة تبع الشيخ محمد بن راشد أتذكر يوم دخلت المؤسسة هاي اسمها دبي العطاء ومؤسسة لتعليم الأطفال في المناطق النائية فيدورون مناطق في قرى صغيرة في بنجلادش في اليمن أماكن السيارات متوصلة بس هدف المؤسسة شو؟ كسر حلقة الفقر من خلال التعليم الأساسي للأطفال يعني أنا اليوم لو عطيت فلوس لعائلة وأكلتهم كلوا هالأسبوع نزيل أسبوع لياي يعاني نزيل أنا لو صدقة بافيد هالقرية لازم أعلم البنات والأولاد عشان هالولد يمكن يكون أول ولد مهندس في هالقرية الصغيرة هي مساعدة واستثمار نفس الوقت ففيه استدامة ما في بس أن نحن نسميه بالإنجليزي بانديد سوليوشن الجرح فيه لزق بس ما خيطنا الجرح الجرح موجود ترشليت اللزق الجرح موجود يمكن شوية ارتحت شوية فهالنقطة يوم أنت تكلمتيني عن أهلتش أن الطيبة بالسذاجة ولا الطيبة بالمنطق والعقل نقدر نستغل فلوسنا بطرق كبيرة يعني بس تصل لجامعة قولي لهم أو لم أدرسة قولي لهم أنا عندي 100 ألف عندي 50 ألف عندي 10 ألف ويمعت من لها شوية أوكي وين أقدر أستثمر هذا عنكم طلاب ما عندهم ما قادرين يدفعون عندهم فواتير يمكن ماشية هي عندنا ودائما في كل مدرسة فيها صح أوكي ممكن أنا أغطي بس لا تقولون منهم أنا بأغطي الرسوم صح فبعد أذكر شيء تذكرين هذا اللي اللي توفى الممثل الأسمر اللي مثل بلاك بانثر نسيت شو اسمه آه أعرفي شو اسمه؟ شادويك بوزمان أوكي ففيه فيديو قومي توفى وقف يستلم جائزة أو شيء وقال وشاف دانزل واشنغطن قال لي ممكن أنتم ما تعرفون هالشيء بس دانزل أنا اليوم واجف أستلم هالجائزة من هالشخص صح أنا شفته هو اللي دفع عني رسوم ما أدري شو أي بعثة هالريال هو مسؤول أن أنا موجود كيف حلو؟ أن نستثمر في ناس وأخر شيء الله يوفقهم صح هل تعرف؟ هذه حاجة حلوة جدا تعرف أنت فكرتني حتى بموضوع أن نفتح حيادة ببلاش دي أو كده في عندنا في الزقذيق دكتور والله العظيم بجد ربنا يعني هيجازي كل الحاجات الحلوة هو أنا مروحتش على فكرة يعني أنا كنت أختي كانت رايحة مع جدتي الله يرحمها كانت تحكيري دخلت العيادة بسيطة جدا هو دكتور تقريبا من بابنا فقعدين مستنيين وكده تقولي عمالة بص فيه بقى معلق يفض كتير قوي مثلا يعني كتبت بالنسبة لطالب الطب طالب كلية الطب أنه أنا وأنت زملاء ولو سمحت ما تدفعش الفيزيتة لأن إحنا زملاء بس أنا وتولدت قبلك مثلا دي كانت مثلا نحية كان فيه برضو يفطة تانية كاتب عليها أنه لو لو أنت كمريض دخلت وما استفدتش حاجة من الكشف ما تدفعش حاجة أنت هتدفع بعد ما تدخل لو أنت مش قادر تدفع برضو ما فيش مشكلة راجل بجد يعمالة تحكيه لا بجد فيه ناس حلوة كده ناس كده ناس بسيطة كمان وكمان مش مش اللعوبة معه فلوس الدنيا كلها لا ده راجل متوسط دكتور طبيعي ومشاء الله عليه يعني من الناس مثلا اللي بجده ألهمتني رائع يعني فعلا فاكرة يعني فيه ناس تانية زيه بس يعني هو ده اللي أنا عرفاه يعني بالذات يعني بأن جدتي كان دايما عندي جميل كارمن تحب الشهرة؟ بحبها وتعلمت ازاي ما خليهاش تخنقني لأنها كانت بتخنقني قبل كده كنت لما لاقي ناس كتيره جاية مثلا تتصور معي فيه أوقات بجده كنت تحسين اتخنقت لدرجة اني كنت بلاقي ان انا الاتيتيود مش حلو يعني ابتدا انه مثلا ممكن فيه ناس تشوفني تنكة بقى مثلا مضرورة ولا كده لحد ما توصلت في الاخر لحاجه انه انا عايزي هخرج وهتفسح عايزي في كل ما انا عايزها واي حد في الدنيا هيجي تصور معي هقابله بكل ابتسامه مهما كانت عندي مشاكل في دماغي بعد كده بقى هلعب على نفسي يعني انا ده ده الحال اللي انا توصلتله لاني ابتدت احب لما حد يجي يحب تصور معي كنتش بحب ابتدت احب ده بقى لاني الناس جات قولي مثلا بحب اغانيكي قوي وانا بحبك انت شخصيا بحب ان انت طبيعيه وانا بحب يعني كلام اللي بيتقاللي بقيت انا بطبست بدا فما بقاش يعني تصالحت معده جدا فخلص ما بقاش عندي مشكلة فيها يعني هي ده المشكلة الوحيدة بالنسباني في الشهر غير كده في عيب تاني طبعا في الشهره انه بيدي الحق لناس كتيرة قوي ان هي يعيز تدخل في حياتك وتحكم عليك ده برضو حاجة مش كويسة وموجودة اكتر في السوشيال ميديا يعني بتبان اكتر في السوشيال ميديا بس ما بقيتش بتتهميني او بركز معيها سعيد يعني صبعا ممكن ساعات يؤثر علي صح مزين شي تحبينا في كارمن طيبة طيبة شي ما تحبينا في كارمن انا بيتقال علي ان انا انا وانا ان انا بقى ميزان بقى او كده فعلى ببقى كل حاجة بتمشي تمام والمزبوط بس قابلت قابلت واحد برضو themselves برضو انظرت مشكور يعني فقعدت معربي ولكنت أول ممرا قدله فقال انت برق vamos اقول الميزان 。 اتبك influ sitting اني الانداء بقى عندي On that الان bill قال لي أنت دلوقتي لو رايحة عند بقال وقلت له أنا عايز أوزن الحاجة الفولانية هتخليه هو أوزن لك بميزانه لا يا حبيبتي أنت يا جيبي ميزانك معي وقعدت أفكر بها كان قلت له تصدق ممكن صح يعني أنا فيما لا يتعلق بي وبنسبة لأي مواقف أي حد من الناس اللي عرفها ناس تأخذ رأيي بقول فعلا الحق بقول العدل وبقول كل عائل بس فيما يتعلق بي أنا بحس أن أنا بمشي الأمزاج أنا يعني بمشي اللي هو العدل بتاعنا فمش دايما دلطيف مش دايما ده بحبه هو يعني بحس يعني فيه ناس بتعمل كده وبتحسش من جواها أن هي يعني عملت مشكلة أو أن هي دي حاجة مش حلوة فيها لا هو ده وأنا هعمل كده وأنا هعمل كده تمام بس أنا بعمل ده بجد في ساعتها وبعد كده برجع بدايق اللي هو أنا بجد أنا مش عايزة أخر حد يعني مش عايزة حد يعني عايزة ناس كلها تبقى مبسوطة ومش عايزة إن أنا أمشي رأيي أو أمشي كلامي لمجرد أنا عايزة كده أنا مش عايزة أحد يدعي فأنا عندي دايما الهو رايحة جاية كده عندي المشكلتين والعصبية طبعا ماذا خلاص؟ نخلاص دخلصنا ماذا؟ تشوفين نفس الجميلة؟ شكلا؟ أوقات يعني يمكن لما أنا عادة ما أحبش أتصور خالص مع نفسك يعني؟ أه خالص أحبش أتصور وأحبش مثلا صحابي كل ما بيتقابله لازم يقفوا مع واضي يتصور فأنا لما بتيجي وقت السورة دي جمال خلاص بقى استطورنا ستين مرة خلاص بس لما ببقى مبسوطة أو في حاجة كده خلياني مبسوطة وكده أدخل بقى على المراية أفضل أحط ميك أب بقى وازبط نفسي وكده وأفضل أتصور معين أنا بعملش كده كده كتير بس ساعات فعلا بحب نفسي وبحب نفسي والله كمان أكتر من الكلام الناس يعني أنا كلام الناس بيأثر فاجد يعني لو حل بيديني طاقة مش طبيعية وبيخليني أحبني جدا ولو وحش ما ببصش على نزيل لو في صورة نزلتها وفي خمسين كومنت حلو واحد مبحلو ما ببصش ما أنا ما ببصش عشان الوحش ده ما شوفوش ولو شفتي ولا حد قلت شفتي هاي شو كده على حسب الكومنت يعني عارف لو كومنت متداول سلبي يعني أنت قبيحة بيتقال كتير مثلا أنت قبيحة لا عادي ما عادي على شو بيضايكش في ناس بتقول أن أنا حلوة خلاص بش مغتم فهني موقت التفتي في كلام بيبقى وحش يعني في كلام عارف حتى مش لازم يبقى بيقول أنت وحش بس كلام والله العظيم في مرة مرة دي بقى أنا حصل لي مصيب كان في فيديو لي نازل كده على يعني ببرنامج من البرامج هي زي البرامج اللي هي ايه اللي هي بيقولوا الأخبار بتاع الفنانين أوكي فخبر نازل لي وفيديو أنا كنت أنا ومصطفى وزين حاجة كده واحدة كانت بكومنت أنا وشفتوش ده ناس شافته كتير قوي ورحت بعتهولي قالت هو أنت إيه ده هو أنت بجد أنت إزاي عندك كل حاجة كده أنت أنت متجوزة وعندك ابن ومش محتاجة حاجة خالص أنا اللي مش عارف ايه و ايه و ايه ايه في ايه يعني هو هو أكيد 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 هو لو فيه حاجات كتير قوي عندي فيه حاجات كتير قوي هي عندك مش عندي مهما كانت حالتك أنا اللي تصدمني أنا اللي تصدمني أنتوا كمي كده ليس هذا معين مشكلة خالصة تاني يوم كنت أنا في المطبخ أريد أعمل أكل ومن الحاجات اللي أنا بحبها جدا حاجة اسمها كفتة رز كفتة رز دي كفتة رز دي أعرفت فيما بعد نبت تامن عند الجزر أصلا وين فاشا اللي عملها فأنا عملتها الأول بالكبة كبة ضعيفة لأني عملت بفروم فيها كبة اتحاقت رأس محترميها كان عندي واحدة ثانية هند لندر كده وعملت فيها وعين بشيل بالمعلقة وبحط المهم مرة من المرات مصطفى دخل يساعدني دي فهو ما عمد من المستيلا وتصبح الأطمرة واخنه في أطمق فسر وإذهب واخت ذك dunk قمت نمج و أصباعي هنا يشيل و أصباعي هنا يجب على الهند بلندر لأنها تفتح كنت أتكلم جدتي ساعتها و كنت أتكلم في فاستايم و خالصي و أنا أتكلم أصباعي شكراً لك أنا أتخضيت لدرجة أن أفتكرت أن أصباعي قطع و دم أحتمسك بسرعة مناديل و قفل عليه و ضغط و وقعت و مصطفى جيب سرعة لي فيه فيه مهم هو برضو شايف المنظر برضو هو مش شايف حاجة و مش شايف دم هو برضو مش متخيل حجم الموضوع فالمهم سأخذني بسرعة على المستشفى فالدكتور فتح بص على زي قال لي بصي محتاجة خياطة محتاجة خياطة قوي يعني محتاجة تتخيط قال لي هو العظم باين يعني هتلم لوحدها ولا لا قال لي هتلم بس مش هتتلم يعني بشكل تجميل و بطولنا حتى لو عملتها بشكل تجميل هتسيب على أثار يعني فقصتنا الدكتور فقفلها لي كده و خمس أنا بش هشخيط حاجة بس احفلها 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 فيديو كنت مغني فيه كانت أغنية كده كان التتر مسلسل كان الكلام بيقول طبيعتنا نسحى و نغمض في خوف بياخدنا و يودي و زي انفسنا ما بتمرد ياريت الحب كان معدي انا بالصدفة كان لسه بتتر نازل اصلا كان بتاعي مانيا بهم انا بغني و طلق اصباي لهم على فتحك اللي هو مش بصدقه هو ازاي فيه ناس ممكن يوصل بها يعني انه تشوف عند حد حاجة حلوة متكلم كده يعني حتى يا شيخ اتكلمي جوا دماغك تسيحطها تقومن كارمن ليش مستغربة؟ كنت أول مرة تحصلني أنا أستغرب أن أنت مستغربة لأن كنت أول مرة تحصلني فاهم بس ندرس الموضوع للأسف يعني خلي نقول واحد كان يقول لي قال لي أنس السوشيال ميديا دمرت الناس صاروا حقودين ويغارون ويسبون ويقذفون وكل الأشياء قلت لي مش شرط قبل كان يشعرون في نفس المشاعر بس ما كان عندهم وسيلة يوصلونها صح اليوم هذا يالس على الحمام كان حياتي طالع شكله اكتب شيء زي ما بيقولك فيه ناس كثيرة قوي بتموت دلوقتي وممكن نفس الناس اللي بتموت دي كانت هي نفس الأعداد دي برضو زمان بس ما كانش حد أعرف عنها خيالك الحين ويد عنا معلومات والحين عنا الطرق للتواصل أقدر أسيب بشكلتش ليش لابسة أخضر أصلا مو بحلو عليك بس انت ليش زعلان انت تعبان بس هو شو يس ينفس ينفس من الضغط نسع الان خدت ان انا من بعد ده بيوم حصلي مصيبة حزوج يعني ده اللي خدني انه ماشي انا لو هو في العادي خلاص تمام؟ مش متامل مش مهتمة بس خدني انه انه ما عرف شو كان هو الكومنت ده ولا ولا اي حاجة تانية يعني اي حاجة تانية بس اتربطوا ببعض في دماغي غصبا عني بس كيبا عشان صار صيدة بعدك بالزبط بس انا بقيت بركز اكتر على الحاجات الإيجابية لان زي ما بقولك انا بتأثر يعني بقيت مثلا لو تديت اشوف الكومنت اولو حاجة مش حلوة والله ما ببص علي احسنت اه فدايما ساعات كده انا مبسوطة كده ورايقه فاقول لهم بقى ايه تعالوا نتكلم نقول اي حاجة او كده فلاقيهم بيقولولي كلام حلو اوي فانا ببصت اوي يعني مع ان انا انا عارفة ان انا قناعاتي انا عارفة ان انا في حاجات حلوة وكل حاجة بس لمحنت كمان بيقولي ده بيزوده اكتر بيخليني احسن نفسيا بيخليني احسن والجمال العقلي ولا الذهني شوفين نفس الجميلة عقلا اه بس انا 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 دماغي يعني لو انا موريش شغل انا بحبش اشغل دماغي بقاحة يعني احب دايما يمكن ذي ميزة عن ان انا حسن ان انا فاضي اذي بطال مستقل اوي يان من الحاجات اللي بقدر اعملها يعني مستفى دايما يقولي تذيب ترفتاني كده يعني دي نعمة يعني لو انت قاعدة كده مبسوطة وتفرجي وتفسحي وتلعبي اي حاجة ما ديش في الماء حاجة انا مش من الناس اللي بتفكر طول الوقت بس وقت مثلا ما بفكر في حاجة مهمة اوكي بعملها على اكمل وجه انا بحب اعمل كل حاجة مظبوطة حتى في الاكل انا بجي اطبخ فمامي تجي تبص على اي اكل انا بعملها كان فيه اكلة كده فيها قشطة وجبنة وفيها كده اعرف حاجات كثيرة كده ايه كنتي حطره يعني الكميات ايه عشان الاكل تبقى حلوة يعني انا اكيد مش هلحز انا طبعا لازم اعمله مظبوط لازم اعمله حلو الاكل بالنسبالي لازم يتعمل حلو انا يعني انا عيش عشان اكل مش باكل عشان عشان عيش يعني لازم الاكل تعمل حلوة اوي انا يمكن ما باكلش كتير واكلتي هبلة وضعيفة بس باكل اكل حلو فده بالنسبالي هو منطبق على حتى شغلي انا انا وقت ما يبقى عندي شغل هعمله على اكمل وجه حتى لو انا مش في المود او في الحالة اللي تخليني اعمل ده ما بعرفش يعني ما منفترض عندي حفلة كمان مش بس حاجة بقى ورا الكواليس ومش طيقة نفسي عندي مشاكل كتير انا يستحيل اطلع المسرح واي حد في الدنيا يشوف ان انا بدايق لانه هو مش زنبو مش زنبو ان هو جاي يتفرر جاعباية ويسمعني ويلاقيني مبوزة فهي صعبة بس انا ده مبدأ بالنسبايدي ان انا لازم اعمل كل حاجة مضبوطة بالسوقت انا احب ان انا افضي و ارد هل هل الزواج صعب؟ صعب 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 طب صعب هو صعب كمسئولية ان انت في سواء بقى من ناحيتي او من ناحيتي في المسئولية واجبات وحاجات كثيرة بس برضو مصطفى بي يعني مش زوج صعب بالاكس بيضوخ احسن مني مثلا يعني لو هنيجي مصطفى انت يعانى شكلت شلي والله ما تعجيتي الى الحياة انا بحب الاكل جدا انا بحب الاكل قوي بقولك بحبه يتعامل حلو كمان من ناحية الوجبات وكده ما بي ما بيتققلش علي في حاجة فالص خالص يعني بلاكس يحب رياحني وكمان هو منظم انا انا مهرجلة على الاخر انا فهو برضو يعني لو زوج تانى مثلا كان طفش الصراحة كان طفش فهو يعني بيعمل حاجة الازيزة يعني بولي قطك بوضت بتاعتك عمالي فيها اللمسة عايزي عمالي فيها ما بدلك قطي والكيسة عمالية ما تجيبش فيها يعني شنطاية واحدة تحطيها لي كده فلما بدأنا نعمل كده باينها تمايزيا اصعب شيء عيال في الزواج اصعب شيء في الجوز مش حاسة ان في حاجة صعبة قوي بالشخصية اللي انا عايشة معي لانه زي ما بقولك والله مش مش عشان حاجة بس هو بجد بيحاولي يعني ان هو ما يتقلش عليها في حاجة خالص شكلتش انتي الصعبة اه 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 صباح عشان بقولك عشان انا عصبية يعني انا عصبية فيه اوقات كتيرة قوي بيطلع مني ردود افعال والله بجد ما بقاش عايزة مش عايزة اعمل كده انا جواي بس بتطلع قبل ما انا افكر فيها فاجي بعدها قوله والله انا والله ما قصد انا مش قصدي اه فاي قولي ناير عشان انتي هم تحمل عشان يحبت وعشان فاهمنت يعارف انتي مش قصدة مثلا بس مش عذر بس احنا احنا الاثنين بانستحمل بعض يعني هو ممكن مرضو فيه اوقات بيتعصب فيها اه انا بسكت يعني مع خلاص عايزة شو اهم شي في الزواج اه الاحترام اه بس بريدة من اهم الحاجات يعني من اولها من جميس اه متفاهم يعني حتى ولو اوقات يعني مش لازم نبقى متفاهمين على طول يعني وفيش حد على طول يعني متفاهم لان احنا شخصين في الاخر مش مش شخص واحد بس على اقل في الامور اللي هي اللي تخص البيت وكده اه لازم فيها التفاهم يعني ولو ما فيهاش تفاهم لازم نقعد قاعدة ونشوف كده ايه اللي مش مزبوط نحاول نقرب المسافات ونقرب الافكار لبعض علشان يعني ما تحصلش مشاكل يعني اه اه ان يبقى في مواده اه 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 ومن المميزات اللي عندي انا يعني عندي انا ومصطفى ان احنا بنحب البيت البيت اه اه انا بحب اخرج اكتر منه بس بحب بحب فكرة البيت انه احنا في بيتنا مقفول علينا احنا وزين وكمان فرح عايشة معنا فرح اختش اه فاحنا كلنا اي نعم احنا عيلة صغيرة جدا احنا عيلة مش كبيرة ودي حاجة شوية بتأثر فينا وبتضيقنا اوقات بس بنحاول ان احنا يعني ان نعوض ده بنا يعني لان معظم اهلنا مش عايشين معنا ومش سهلة على طول ان هم يبقوا معنا يعني مش سهل ان هم يبقوا جنبنا على طول بس بنروح لبعض وهم بيقولنا وكده بنحاول هل انت زوجة زينة؟ يعني ش Dylan بقولني كويس لان خصني فيه تقييم كارمن لي كارمن بصراحة أحسن من الناس كثير لا 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 تقييم كارمن عن كارمن أنت تعرفين كم تقدرين تكونين زينة في بعض الأشياء مثل ما أنت قلت أنا ما أسوي شيء أتقنها أحاول أتقنها وأعطي كل اللي عندي فتقييمك اليوم لكارمن هل كارمن زوجة زينة كويس كويس كم من عشرة يا الله كم تعطين عمرك من عشرة حلوة ده ستة سبعة بعد الدسكاون ستة سبعة حلوة هل أنت أم زينة أه كم تعطين عشرة تسعة جميل يعني كنت شوية بحس بصنا بقى أنت لو تلاحظ كده في كل اللي أنا قلته لك ده ده بس في جلد زيت رهيب يعني أنت حاسس بي أنا عارفة بس كنت بعمل كده في زين برضو أن أنا حاسة أن أنا مش مش كويسة معي أو أن أنا على طول ممكن بسيبه وقت طويل لحد ما كنت بتكلم يعني مع كذا أم يعني من صحابي قال له مثلا أنا نزيل إنش على طول إن أنا بعرف إن أنا عود معي أو حتى لو قعدت معي ما عنديش خول إن أنا أفضل ألعب يعني أنا كواحدة كبيرة مش يعني أنا أفضل ألعب كثير يعني يعني هي بحسها طاقة برضو صح فكذا واحدة بصراحة ريحوني يعني قالوا لي على فكرة مش لوحدك يعني تفكريش مثلا إن كل الأمات عايشة رجوزات مثلا لولادها يعني هتلاقيهم برضو عادي ساقنين والولاد قاعدين ومتعايشين وعادي فلما تقال لي كده بصراحة حسيت إنه لا تمام خلاص أنا في غير ده أنا تمام يعني أنا كل حاجة باحتم كل حاجة تخصه ممًا وبحب أعمله كل حاجة ممسطفى بيقول أن أنا مدلعيه مع إنني فعلا أنا مش مش ده اللي حاصل خالص بس اه يمكن أنا شوية لحب أتعامل معي إن إحنا قد بعض يمكن ده اللي بيحسسك كده إن أنا مدلعي بس أنا بحب أتعامل معاه كأنواحد كبير زي هي محبش أفرد عليه حاجة متأم يعني لو انت الطفل بقى فانت لازم تسمع الكلام. دي مش طريقتي. وقولش انها غلط. بس مش طريقتي. ما بحبش. ما بحبش اخليها اعمل حاجة او مش عايزة. إلا لو حاجة تضره. مثلا حاجة تضره حاجة. يعني هو مثلا سنان ودي فيها مشاكل كتير قوي. وعمل عمليات وحاجات بسبب ان سنانه بتسوس وبتاع. فزين ما فيش سويت. ما فيش حلويات خلاص. فهبتدى نفسه يبقى فاهم. يعني في الاول كان موضوع صعب. بالنسبة له ازاي مش هاكل سويت. بس دلوقتي خلاص هو عارف ان انا لو كلت حاجة تانية خلاص انا هروح المستشفى. بس انها ضعيفة. فبقيت بحس ان حتى كل الاطفال دلوقتي. اطفال اسكرية ما شاء الله يعني. يعني هو هيعمل لك كل انت عايزه بس لما يقتنع. يعني اقتنع خلاص هيعمل لك اللي انت عايزه. وانت لو عايزه يعمل اللي انت عايزه. اقنعه. حتى ولو بالتمثيل يعني. حتى لو هتقنعه بشيء مش موجود. انا معها المنطق ان الواحد يكلمهم على نفس المستوى. واحس هذا يزيد الثقة في الطفل. ويبني شخصيتا. انا دي بالذات اللي خلياني كده معي. انا بجد انا من اكتر الحاجات اللي تخوفني. انه يطلع مش وصل في نفسه او يطلع خايف او يعني انا من الحاجات اللي بداني جدا ان هو في حاجة كتير او يخاف منها. حاجات يعني حاجات عادية يعني مش مش حاجات كبيرة بس. مثلا بيخاف. عارفة ان كل الاطفال بتخاف. بس زين بيخاف على نفسه. بيخاف على نفسه قوي. يعني اي حاجة ممكن تيجي جنبه بيخاف. يعني حتى عشان كده يمكن الحمد لله حوادث زين مكادش كتير. يعني حوادثه في البيت ولو يحط ايده في الفيشة ويحط ايده في المروحة والالحاجات دي. هو يعني زكي. هو عارف انه يحط ايد اصباعي فيها هيحصلي مصيبة. فدي مثلا من الحاجات اللي هي كتنريحاني شوية. بس انا ما ابتدتش اتعمل معاه بالشكل ده. الا بعد ما كبر شوية. اللي بعد ما بقى فاهمني. قبلها طبعا كنت متعصب ومش عارف اقول اي حاجة مش فاهمة منك ولا كلمة. لكن دلوقتي بقى فاهم كل حاجة واروب وبيعمل في ممثل كمان وكل حاجة. خلاص. فانا فاهمين بعض. فانت هتمثل علي هافشك. يعني هاعرف على طول انت. منزل سؤال. حاج. الله يعطيش طولة العمر. بس اذا تقدرين تعلمين زين درس واحد فقط. قاو ما تروحين. بس بس شي واحد. شو تعلمينه. واحد بس. صعب. صعب انا انا بقولك في دمي حاجة كتير جدا. حسن ان انسان اللي يبقى عنده خلق. اعتقد هيقدر يعني هيقدر يبقى عنده كل حاجة بعد كده حلو. يعني يقدر يخلي كل حاجة حلوة او. ويبقى انسان كويس بشكل عام يعني. يبقى عنده مبادئ. وما بيجيش على حد. يعني هي الأخلاق. بحس ان دي حاجة ممكن تشمل حاجات كتير. حلو. واتخافين من شو انت ايه. فوبية يعني؟ اي شيء. سؤال عام. كارما انتخاف من شو انت. وخاف من احساس الفقد. فقدت حد؟ اه جدتي. سبحان الله يعني الجدتي دي بالنسبة لنا كلنا. يعني هي قدوتنا اصلا. هي كل حاجة. يعني هي متجوزة في السن في الوقت بتاعها متجوزة متأخر. متجوزة تمانية وعشرين سنة. وكل ده مستنيه جدي. يدي كان يدرس جدي كان يتيم. وكان عمه هو المربي. وفضل يدرس وسافر وراح وجيه واما يسدتي. لا انا مش هتجوز غير عبد الفائل. لحد ما اتجوزوا. ما عاشوا مع بعض سنين حلوة جدا. حد ما توفى. و هي بقى قامت بكل اللي بقى 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 مامي بقى وخالسي وخالي. هي اله. شالتهم من كل حاجة. وإحنا كنا بنحبها قوي يعني إحنا مش إحنا بس كأحفاد إحنا كلنا إحنا كأحفاد بجواز بناتها بمصطفى يعني جد التاب النسبة لنا لغوة كانت واو يعني سبحان الله الوقت اللي هي توفت فيه كان كمان آه جدتي كمان كانت مريدة كانسر بعد ما جدي توفت بوقت بسيط جالها كانسر جالها بريست كانسر وبعدين استقصرته قعدت خمس تنين كده بتاع الحبوب وبتاع خلاص بي كويسة وبعدها مش حرف خمستاشر سنة راح رجع لها تاني بس المرة دي بقى كان راح بقى في كل حد بس سبحان الله برضو هي ما توفتش بكده يعني هي برضو الوفاة كانت حاجة تانية ماي على الرئة أو حاجة تلكده لما ده حصل كنا في الكورونا كنا في شهر تمانية وخالي جاله كورونا وكان دخل مستشفى كده يعني بشعة كانوا عمارين يقولوا ان هو كويس لحد ما عملنا يعني عملنا حوار يعني تخنقنا عملنا حوار كبير جدا لحد ما عارفنا نخرجه نودي مكان تاني وساعتها كانت جدتي في المستشفى وبنقول لها ان هو كويس وهو طبعا مش مركز ومش الوكسجين عنده كان سبعين حاجة كده اكستينات كمان فانا هو جاي من الزئزي على القاهرة وانا في القاهرة ومستنيا هو يجي اتأكد انه دخل مستنيا بالعربية قيته دخل تمام مش عارف ايه رحت البيت بقيت تليفون كوكي تيت تاتا وفت انا بحس ان دي نعمه رهيبه رهيبه ان احنا في الوقت ده احنا كنا مجغورين بان مكره ما دي بقى كويس فزعلنا عليها اللي كلنا كنا متخيلينه ما كانش ما كانش تقيل ما كانش جامد يعني ربنا هون علينا بالمرض بتاع ممكن لحمد هو كان معا التليفون برضو نبهنا على كل الناس محدش يقوله اي حاجه الحمده لله الحمده لله احنا قدرنا نسيطر على حاجه زي دي عشان تعارف يعني فيسبوك يلا على طول بقاء لله وخلاص كان فعلا يروح فيها اطراق صحي معانا بيتكلم معانا طبعا عدة على كمية مسكت اكسيجين اطراق كده بعدين احنا كنا عاملين جروب كده عيله على الواتساب وانا بقى كل يوم كل يوم السبح اروح بقالده بقى ايه فيديو كده بغنيه فيه اجيب زين اغنيه اي حاجه او كان نفسيتو اغني على الواتساب حس ان هو مش هيتحسن. حس ان هو عمره ما هيرجع تاني تنفس مثلا كويس او كده. الحمد لله بتا يتحسن بتاعه. بتا يسأل عن تتاة. هي عاملة ايه؟ هي اقول له هي تعبانة هي في المستشفى و تعبانة. بس ما قلنا لهش اي حاجة خالص ايلا ده ما خرج بعد شهر. شهر في المستشفى احنا شغلتنا الشغلة انه ما يعرفش. وان احنا نخرجه من اللي هو في ده عشان يبقى احسن. وقدرنا نعمل كده يعني المزبري كان ده يعني كان دي اكبر هدية نديها لتتاة. من كتر ما يعني كتر ما هي كانت بتحبه. كانت تحسستي ليشém حتك يعني عم LIN. من جديدتنا يتحسستي ليش حتك عاليا ؟ وحشتني يعني في حاجة كثير قوي يعني عدتها معيها وهي كانت معي على طول يعني فكرة اول ما ولدت زيني جدتي جدتي اللي هي عندها سبعة وسبعين سنة جات لي ببيت كانت معاها اختها بيرحمها برضو يعني بص اموبية يعني اعملوا لي كل حاجة كوم هما الاتنين انا امي علشان كت بتشتغل فما كانتش يعني كتش تعرف ان هي تقعد تقعد لي على طول فجدتي وجدتي اختها جم اكل بقى ايه وكل يوم بقى اكل قد كده ويشوفوني كل يوم هاكل ايه وهاشرب ايه ويشيروا معي زين يعني ايه من غير مطلب هم عملوا حسابهم وجموا يعني لما حد بيعملك حاجة يعني حلوة وانت مش طالبها بتشوفها كبيرة اوي شوفها يعني ايه ده هو انا وانا مكانتي عندكو بالكبر ده هي انا بشوفها كده 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 من احلى اللحظات في حياتي في وقت كنت انا جسديا كل حاجة كنت انا تعبانة يعني كنت سعيدة جدا بالعملوه ده يعني سبحان الله بعدها يعني التفايزة ساعتها ليه اخت جدتي كانت زيل فل كانت زيل فل بجد اول ما مشيت من عندي حسيت بوجع فبطناها وفي ثواني في ثواني في ثواني في ثواني كانسر ثواني يعني كان زيل فل عندي بجدش في حاجة وقعدت فترة طويلة جدا جدا تعبانة وتوفت وتبتاء اه تبتاء على طول يعني بولك تعبانة بس تبتاء فعلا كمان من الحاجات اللي انا نفسي بجد بقى زيها فيها عمرها ما بتقول ان هي تعبانة عمرها عمرها ما بتشتكي ما بتشتكيش ابدا ان هي عيانة دي او ان انا حاسة ان تعبانة ولا كده يعني اه تعبانة يا تعبانة انت تشوفها تعبانة جدا بتقولش حاجة مش مش عايزة تشيل حد حاجة يعني مش عايزة تشيل حد هم عشان هي عارفة هي ايه بالنسبة لي مش مش عايزانا نتعب ولا نتوية عشان هم 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 فهي هي كانت فعلا يعني قدوة مم مم ممم مم 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 قلتي انتي شتكتينها هم هم عم فعندي سؤال لو هم تاني تكتبين رسالة التأتيه اللي بتكراها شو تكتبين لها؟ كان نفسي تكوني معايا في كل المراحل اللي انا عديت بها من غيرك وهي كمان كانت من اول المشجعين لي كانت تشوفني كده في اي حاجة او كده تروح تقولي العيلة كلها ان كارمن مثلا عندها حاجة دلوقتي او تفتح و تشوفه كارمن فانا عارفة كويس قوي ان هي كانت هتبقى مبسوطة قوي لما تشوف اي انجاز انا عملته حتى في شغلي او تشوف مثلا لو انا جبت بيبي غير زين كانت طول الوقت طول نفسي اعيش لحد ما كارمن تتجوز انا نفسي اعيش يا رب لحد ما كارمن تخلص فحضرت زين وكل حاجة و تمام بس انا عارفة ان هي اكيد كان نفسها تشوف كل الحاجات اللي انا يعني عدت بيها يعني هي كمان موقف فظيع عليها كان قبلها مثلا بسنة بسنة من ما تتوفى كانت عينة اوي لدرجة ان هي زي روحت كومة ولا اغمى عليها ومش مكانوش اهمين كان جدت اختها اخوتها الاثنين كانوا قاعدين معها وخلاص قاعدين بقى خلاص بيقول يا برد موت خلاص احنا عاملين بقى بقى بيقروا لها القرآن وخلاص وخلاص وقالوا لي وانا واحد من راحض فروم نوير كده احد قايمة قايمة عادي جدا كده كده محصلش حاجة قامت كده وعادي مش مركز انا احد مستكار موبايل بس كده قامت كده انت مين؟ ايه اللي انت عملتينا؟ هي اصلا محستش محستش ان هي حصل لها حاجة اصلا دي فاكرا نينه اي ما مثلا وصاحيت بصوا شوفوا فاكارمن هنا بتعمل ايه؟ فهي على طول كانت بتفكر فيها انا اصلا البكرية بتاعتها انا اول واحدة بالنسبة لها ولده لأنه أمي الكبيرة وأنا كنت أول حفيدة يعني بالنسبة لها فأنا بالنسبة لهم كلهم حتى حتى بالنسبة لخالتي خالتي برضو متجوزة في وقت يعني متأخر شوية فهي اللي ربتني هي اللي كانت معي في كل حاجة وأنا صغيرة دايماً تخيه كانت مدرسة دا اختخدني معاً من مدرسة على طول وأعود معيها وتمام يعني أنا كنت متضلعة على آخر الصراحة كنت متذبطة يعني كنت أنا اللي واخد كل الأتنشن يعني والحب كمان بالذات من ناحية يعني عيلة أمي يعني علشان أنا كنت أول واحدة بنسبة لهم يعني فرصة لشو فيها كما قلت لك أنها بحشتني قوي، كان نفسي أن تشوف كل ما أعديت بيه هذا والذي جاء أيضا، أنه أنا عارفة قد إيه ستتبسط، وأنا كنت أحب أن تبسطها قوي يعني ما كنت بشوفها بتضحك كده، كنت تبسط قوي، أن أنا السبب، يعني لما بشوفها مبسوطة، آه طبعا مبسوطة، بس لما بحيث أن أنا السبب في سعادتها دي، فتبقى حاجة تعليم جزباك ما هي أجمل لحظة بحياتك للحياة؟ زين طلع بحياتك، وأصعب لحظة أصعب لحظة ها، 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 لما تكتف، ها، لما تكتف، أنت كانت أصعب لحظة المسبب لي، أقولك يعني، بحمد ربنا أن إحنا ما حصلناش حاجة، يعني، أن إحنا كنا مجولين بحاجة تانية وخالص موجود اه الحمد لله يعني احنا بقولك احنا خلاص احنا قلنا يعني هي الكبيرة راحت نركز بقى ايه ان مفيش حد تاني من لنا يروح فزي ما بقولك والله احنا انا مستمتعة جدا بكل لحظة احنا يعني حصلت بنا في الوقت ده مش حرف انا كنت انا كنت مبسوطة يعني انا كنت مبسوطة ان انا او احنا كلنا فارقين معاه في نفسيته كانت بتحسنه كانت بتخليه احسن فكنت بحس ان ذي كده يعرف سعيدة جدا بي كنت زين كده اقول له ممكن لأحمد تعبان اقول له قالت سلامة كان ممكن لأحمد يبس كده يبسط يعني فاااااا هو انا خالي ممت فيه ما اسمه زينب زينب في كلمة لقصيلي اياه بالكلمة كلمة يعني كبيرة شوية بس مرأة الحديدية مثلا مناسب جدا الوالدة شو اسمها؟ نيلي نيلي في كلمة نيلي في كلمة كلمة طموحة جدا وعندها إصرار يعني اشترار دي نقولها نيلي في كل الإصرار يمثلها اوه يا هي عزيمة عزيمة الوالدة شو اسمك؟ عصام لماذا ترددتي؟ مش عارف ما حرطيت إنك بصمت حقا سي عصام في كلمة عصام في كلمة طيبة طيبة ومصطفى في كلمة حنية وزين في كلمة حياة حياة اوكي افتراضيا ليس افتراضيا نصرا يقدر يكون في الواقع زينة الحين ما شاء الله خمس سنين؟ اوه يعني شهر واحد يكون تخييلي زين عمره ثمانتعشر سنة اوكي؟ يفتح الفيديو ويشوفها اللقطة لأمة شو أم تقول لها زين؟ اوه اقول له انه يعني انت اكبر إنجاز انا عملته في حياتي حد تلوقتي من اكبر إنجازات من عملتها في حياتي ما كنتش متخيلة حياتي منذلك يمكن لو كنت ما عملتش الخطوة دي من بدري ومن الأول كنت انت بقيت موجود عندي برضو حاجة كده تانية معظم الأمهات معظم الأهالي شكل عام لما أولادهم يجبروا ويبدأوا مثلا يشوفوا حياتهم وكده وما يركزوش مع أهاليهم قوي بيبدأ يبقى فيه عتب من الأهالي في كلمة بالذات بتضيقني شوية أنه أنا ضيعت عمري عشانك طيب أو صح صح وأكيد يعني مية في المية بس أنا بشوف نفسي كأم أنا ده كان اختياري ان انا اجيل زين واختياري ان انا اضايع عمري عشاني فمش حاسة ندي تبقى الكلمة الصح اللي أنا أقولها لأن ده كان اختياري أنا هل ضيعت عمري ولا استثمرت عمري؟ بس ما ضيعت شو عمري طبعا لسه بتدينا نلسه بدري لا بس أنت استثمرين وقتتش في طفل طبعا مش ضيعة صح صح بستثمر فيه وبعلمه وعايزة يطلع أحسن وحش الدنيا وبحاول في الوقت ده اللي هو وقت صعب جدا بالنسبة للأطفال كلهم أنه الطفل يطلع طفل يعني زو خلق يعني موضوع صعب قوي اللي هو أنا مش عارف أعمل إيه يعني في نفس الوقت أنت بتحاول أن أنت تطلع منه إنسان كويس مش عايز تخنقه مش عايز تخليه منطوي بس برضه مش عايز تطلعه للحياة برا تتعمل منه حد مش مش اللي أنت عايزه موضوع صعب يحتاج يحتاج توازن كده رهيب يعني اللي هو يعني علمه في البيت وكل حاجة بس يعني إيه مش عارف أبقى تعمل ما يعني ما يطلع موضوع الباقي موف في يدنا ده أنا عايزة أقولك ناس كتيرة جدا بتقولي زين سبي ربي بعدين سي بيه ربي لم أسيبه 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 فان يعني مش عارف هلسي طفل صغير صحيح وإحنا كمان عايشين في القاهرة إحنا مش في الزازيق أو في مدينة صغيرة اللي هو فعلا أسيبه ينزل إلعب بالشارع يعني عادي الكلام ده عندنا يعني في المدن والقرة الصغيرة اه! ده بيبقى حتى يعني عنصر بيساعد في الشخصية. بس هنشاف عن كده دلوقتي خالص. هو كمان حتى مدرسته كلها أطفال ما شاء الله يعني كلها يعني أطفال يعني مؤدبين كده. قلت لهم طيب ماشي هسيبه بس أبقى متطمنة أني هسيبه وهيبقى كويس ولسه لسه قد كده يعني. وحتى أنا بشوف أنه لحد دلوقتي أنا كل ده بربيه وبعلمه حاجات. بس لسه أنا مش المفروضة شد. يعني عايزة ديله كل الحنان وكل الحب وكل الحاجات لحد ما نكبر كده ونفهم. بعد كده نشوف يعني نربي بقى يعني أصل دايما يعني كل الناس كل الأطفال لحد سبع سنين هو طفل. بس مدة دي كلها بس محتاجة أنه آه ناخد شوية يعني قيم كده نعرفها لي وهو يعني ما شاء الله عليه. بيعني يتعلم يعني يتعلم وبي يحب يبقى كويس يعني هو قولت لك يعني في الأول زين يحب يبقى مسؤول. دي من الحاجات اللي بتبسطني بتحسينه قدام. هتبقى دي حاجة عادية بالنسبالي. دي وايد تترددين. يا لهوي. وايد. يا لهوي. لازم ما تترددين وايد. جدا. شوف لي آخر شي. ما في ضمان صح؟ ما في ضمان. في ضمان ما في ضمان. ما في ضمان ما في ضمان. ما في خلطة صحرية. صح. سوي اللي عليك. خل ما الصفري سوي اللي عليه. يمكن يطلع ولدكم مينون. يمكن يطلع سوي. صح. يمكن يطلع ملاك. يمكن يطلع شيطان. بالضغط. بس نحن نسوي اللي علينا. نعم اللي علينا. صح. وصعب انك تقولين انا سويت اللي علي. يلا توكل. نهائيا. بس. انا فعلا بحاول عمل علي بكل ما اوتيت من قوة. بس قلت سؤال يديد عندي. سؤال الكوب. نتعرف على شخصيتك قام ما نخلص المقابلة. حسنا. السؤال كالتالي. حلو يعني شي. يعني ستجرب علينا حين. فانتي حق التجارب لي. يلا. نزين. تخيلي كوب. كوب فاضي ابيض. ماش. أوكي. وفي هالكوب الفاضي الابيض. أعطيت لون ازرق. تمام. صبغة. وعندك اربع انواع من التصاميم. لازم تختارين واحد. أوكي. طيب. أو خطوط مستقيمة. أوكي. أوكي. كيفتش. يعني انت هتوريهم لي. لا. انا سكرت تحليل. طيب. عندك كوب ابيض. كوب مق. ابيض. عندك الصبغة الازرق. عندك. أربع خيارات. أوكي. أو ترسمين علي خطوط مستقيمة. أو بولكا دوت. اللي هنا قط. تمام. أو تشكرد. نايشي. بالأكسو. أو ويفي لاينز. أي واحد. ممكن. لا تفكرين وايد. بقد. طيب. خطوط مستقيمة. خطوط مستقيمة. هم. دعنا نرى لو صح الكلام. ماشي. التحليل. إيه. أنت تفضلين أسلوب التعامل الواضح والمباشر. مما يجعلك صانعة قرار حريصة. تبنتني حلول يلا. قادر على حل المشكلات. ووضع الخطط. ووضع التنفيذ على الفور. أكشن يعني. طيب. من الطبيعي أن ينظر الناس إليك كقاد وركيزة قوية يعتمد عليه في الأوقات الصعبة. صح أو لا؟ صح. صدق الله. صدق الله. هذه دورك في الحياة. أنا أحب أن أبقى واضحة جدا. لا أحب أي شخص يحوار علي. يعني إحنا. نتكلم في موضوع دلوقتي. يعني. لا أشعر أنه مستدعي أن نحن نخفي على بعض حاجة أو نكذب على بعض حاجة. يعني. وإحنا كلنا صغيرين. أكيد. 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 بس إحنا كبار كده خلاص كراه المسؤول عن نفسه. أم. أم. وعرف هو بيعمل ايه. أم. أم. أحب الوضوح جدا صراحة في التعامل يعني. مزين. على فكرة أنا أنا إنسانة. أم. سهلة التعامل معيها. يعني أنا يمكن ما ليس صحاب كتير. بس بعرف أتعامل مع الناس كلها. ممكن. فمعدي مشكلة مع الحد وما بحكمش على حد. شو محق إن أنا أحكم على الحد. كل واحد أعزي أعمل حاجة أعملها. أعز. فه. يمكن علشان انا بعمل كده بحب انه نستعم معي كده طبيعي احس انه نزين يا كارمن سؤال افتراضي ايه الكل اللي قلتيلي الطفولة الحمدلله بشكل عام واستقرة الدخول العالم الهواية استحولت الاحتراف من سن مبكر جدا زواج مبكر بيبي بسرعة لاحفظه تيت تيت وفت خالت الحمدلله موجود خالتتش اللي هي اخت تيت وفت خالتتش اللي هي اخت تيت وفت وهالفترة حين الشركة تنتاج طلعت شركة تنتاج فعندتش حياتش عرفنا فلو حين على كل اللي مرت في كارمن لين هالعمر اليوم انتي في ناخذ قلب كارمن على كل اللي مرت فيه ويتعلم وطلعته وخليته شو قلبتش يقول لك كارمن تقلب نفسك native وتحديد نفسك ان تفقيل شو قلبك وكل حاجة انت بتعمليها ما فيقسيش و واشتغلي استمر يعني احبي نفسك اكتر ما تحسين تحبي نفسك كفائي؟ بحبني بحبني بس بقولك تكرة جلد الزيت دي بت تكسر حتى دايما هم كل الناس حوالي وصحابي اهلي وكده بحبني بحبني يعني انت فيك حاجة كثيرة قوي حلوة دايما كده بحب كده بحب كده بحب كل حاجة تبقى مظبوطة زيادة عن نزوم وفيش اصلا حاجة مظبوطة زيادة عن نزوم يعني يعابك نفسك يعني يعابك نفسك يعني مفيش بحب كده كل حاجة تبقى بحب كده بحب كده وهم كلهم يقولوني انت كل حاجة تعمليها وانت نفسك انت بك حاجة كثير قوي بحب كده بحب كده مش وثقة في ده يقولوني انا وثقة في ده انا عارفة يعني عارفة قدراتي وعارفة انا كيف خلي بس غصبا عني غصبا عني يمكن دي حاجة انا تعودت اعملها من وانسى صغيرة قال انت كارمن سعيدة انت ذاه سعيدة مفيش حاجة زي ما قلت داك ما فيش حاجة تخليني بس دائماً الحياة فيها أبساً دائماً فيه أوقات أنت مبسوط وحاسس لنجاح وحياتك هادية ومستقرة فيه أوقات يبقى عندك مشاكل وشغلك مش ماشي كويس بس أنا بقولت شو أنا أشوف أحسك كارمن تعبانة أنتِ تعبانة؟ تعبانة ذهنياً زي ما بتلك أنا مش متعودة أن أنا أفكر كتير عندما بدأت أفكر كتير أعرف تقدي إيه؟ دي حاجة صعبة يعني صعبة قوي أن أنا أفضل كده نايشة غالة وبشوف هعمل إيه بكرة وشغلي هيمشي إزاي؟ وحياتي هتمشي إزاي؟ بص هو فيما غير شو يعني فيما عادة شغلي كل حاجة ماشي سالسة كارمن في كلمة لا ايه ده لا دي صعبة قوي دي ما بعرفش أوصف نفسي خالص حاولي أنت عارف أن في ناس كتير من صحابي ساعات بقولولي لجوايا وانا ما بيقولوا إنسي قوي كي يقولون إيه أيوة بس أنا أنا زي ما ده ما كانش يعرفين يعني أنا قوي ده بس مش عارفين هو قوي سمتايزي دوتس لخصي نفسك أنت كده إنسان في كله ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم انا قلتش يس انا ما بجاوب لا 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 تقولي بس حبتي انا بحب انا اي حاجة بعملها في حياتي لما تلاقيني يعني لزقة فيها كده ومش عايزة سيبها بسبب اني بحبها اي حاجة في حياتي حلوة بسبب الحب انا وانتي سنمشي وشفنا كارمن وقلت يوصفي لي هالبنت في كلمة شو بتقولين لي انتي تعرفين هالانسانة بتقولين حب هال هالكلمة تمثلها الانسانة انا انا تمثلني او ك انا كيان هالكيان هذا تقولين لي هالشخص حب صح دقيق دقيق شكرا 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 انا حس انتي بتنفجرين بقولك انا احس تعبانة يعني انا تقولك احسش تعبانة بس احسش ويت تعبانة انا جد تعبانة بس احس انتي متعبة نفسك ما في حد يتعبش انتي بتعبين نفسك او لان انا بقولك على الشغل والحاجات ذي كلها ضغط بالنسبة لي وانا ان انا اتحمل مسؤولية ذي بواحدة هو طبعا مصطفى بيساعدني على طول يعني دايما بيقولي يعني كل حاجة تبقى كويسة يعني انا بقوله انا ما بحبش كلام انا بحبش افضل اتكلم واقول اه تمام اوكي ده ها يحصل هو لحد ما يحصل احنا استعزين نشوف احنا نعمل ايه صانعه قرار حريص قادر على حل المشكلات التنفيذ على الفور انتي تبين اكشن ايوه اشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة